بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذه الآية الكريمة تشير إلى أن المسلمين سيواجهون بمن يحاربهم فكريا كما حاربهم المشركون من قبل عسكريا وقتلوا منهم وضيقوا عليهم وحاصروهم وما أشبه ذلك وأول طرق الحرب الفكرية هو كتمان الحقائق لذا الله تبارك وتعالى يسل المؤمنين بما ينتظر هؤلاء الكاتمين للحقائق من العذاب الأليم فيقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يكتمون يعني يخفون فلا يظهرون الحقائق فالذين يخفون ما أنزلنا من البينات يعني الآيات والعلائم الواضحة الدال على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وحقانية الإسلام والتي نزلت في الكتب السابقة فيكتمون البينات والهدى يعني يكتمون الطرق التي تهدي الناس إلى الحق ومن مصاديق هذه الطرق الأحكام الشرعية فالبينات في أصول الدين والهدى في فروع الدين وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في تأويل الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في علي عليه السلام وعن الإمام الباقر عليه السلام في هذه الآية يعني بذلك نحن والله المستعان وفي حديث آخر سؤل الإمام الصادق عليه السلام عن عذاب القابر فقال إن أبا جعفر عليه السلام حدثنا أن رجلا أتى سلمان الفارسي فقال حدثني فسكت عنه ثم عاد فسكت فأدبر الرجل وهو يقول ويتلو هذه الآية فقال له أقبل إنا لو وجدنا أمينا لحدثناه ولكن أعد لمنكر ونكير إذا أتياك في القبر فسألاك عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإن شككت أو التويت ضرباك على رأسك بمطرقة معهما تصير منها رمادى فقلت له ثممه قال تعود ثم تعذب قلت هو ما منكر ونكير قاله ما قعيد القابر قلت أملكان يعذبان الناس في قبورهم قال نعم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بعد أن بينا وأوضحنا هذه الآيات والهدى لجميع الناس في مختلف الكتب السماوية لينتشر بين الناس ومن وسائل وصوله للناس العلماء لكن كتمان هؤلاء العلماء سبب عدم وصول هذه الحقائق إلى بعض الناس أولئك يلعنهم الله أولئك الكاتمون يلعنهم الله يعني يطردهم من رحمته ويبعدهم عن الخير في الدنيا وفي الآخرة ويضيق عليهم الأمور هنا ويشملهم العذاب هناك ويلعنهم اللاعنون كل شخص اللاعن من الملائكة والناس والجن وروي عن النبي صلى الله عليه وآله من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار وهو قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير الخلق بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجا قال العلماء إذا صلحوا قيل فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتآمرين في ممالككم قال العلماء إذا فسدوا وإنهم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم هذه الآية تبين استثناء جماعة عن شمول اللعل لهم من هم؟ أولئك الذين رجعوا عن كتمانهم فستشملهم رحمة الله تبارك وتعالى ولكن بشروط إلا الذين تابوا هذا الشرط الأول يعني ندموا على كتمانهم واتبعوا الحق وأظهروه وأصلحوا هذا الشرط الثاني يعني أصلحوا ما فسد من عقائدهم وأعمالهم فالتزموا بالشرع بعد ذلك وبيّنوا هذا الشرط الثالث يعني بيّنوا للناس الحق حتى يزول أثر كتمانهم السابق فيصل الحق إلى الناس فأولا يتوبوا ثانيا يصلحوا ثالثا يبينوا فأولئك أتوب عليهم هؤلاء الله تبارك وتعالى يتوب عليهم التوبة يعني الرجوع ورجوع الله بمعنى إعادة الإحسان والرحمة عليهم بعد انقطاعها عنهم بسبب كفرهم وكتمانهم وأنا التواب الرحيم التواب يعني كثير الرجوع يعني كثير القبول للتوبة فلا يرد تائبا فإن العاصي إذا عصى ألف مرة ورجع ألف مرة قبلت توبته طبعا إذا تاب توبة نصوحا فالله هو التواب وهو الرحيم بالعباد وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين التواب الرحيم من السلسل 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 المحفر